زمالكاوي بقى مرة تانية تانية؟ أقول لك أهلاوي طب أهلاوي وقت ما كنت بتقول إنك زمالكاوي وقت ما كنت بتدافع عن الزمالك وبتنتقد لا فيه فرق إنك كنت بتكلم كورة وفيه فرق أنت بتدافع عن كلمة بتاعك لا مش بتكلم على الكورة الكورة أنت بصراحة طول عمرك سواء بتكلم معها أو ضد تكلم ككورة لكن بعيدا عن الكورة في فكرة الدعم الأهلي ودعم الزمالك كنت بتدعم الزمالك طول الوقت في الفترة السابقة مهور الأهلي؟ لا خالص على فكرة أنا آخر على فكرة أنت لو جيت في آخر بالزبط تقريباً من 2015 حتة النقطة اللي هي بيتكلم فيها حتى وانت سألتيني السنة اللي فاتت عموضاء أهلي والزمالك أنا دا لغيته لأن أنا ما كانش عاجبني الحتة اللي أنا بتكلم فيها لأن أنا متحطت هنا اللي أنا متحطت في الحتة دي بس فيه حاجات كتيرة جداً برضو الناس لازم تفهمها طب أنا طالما زمالكاوي ليه ما ممشتش مع نادي الزمالك أن أنا بضد الأهلي أنا زمالكاوي إزاي ما ممشتش؟ ليه ما مفهود أهاجم بقى مفهود أهاجم النادي الأهلي إزاي ما كده أتقلي بالزبط منت جمهور النادي الأهلي دا أزاك ووقفك وبطالك كورة وعطالك كتير جداً مين اللي قالك؟ أتقلي دي مين اللي قالك؟ من كل حت من جوه جوه فين؟ من جوه النادي جوه نادي الزمالك أتقليك جمهور الأهلي أزاك فتعال معنا هاجم الاهلي؟ مين اللي قالك كده؟ بس أنا من نوعية لما حد بيكلمني وما بسجلش عشان بس إيه؟ خلاص هناخد كلامك وهنعتبره على مسؤوليتك من هقولك حاجات معانا يدع لمسؤوليتك الشخصية مين اللي قالك؟ قالك يطلع هاجم الاهلي؟ لا هو كنت بتوجه لا اشرح لي بتوجه، بتوجه لو انت دلوقتي انت معانا وعايزينك تبقى معانا وتبقى ضد النادي الاهلي من الاخره ما تتكلمش على نادي الزمالك بالضبط ما تتكلمش على النادي الزمالك احنا بنحبك اه؟ لا يعني بيقصد وانت على تويتر ما تتكلمش على زمالك ما تتكلمش ما تتكلمش لا هو من الاخر خلاص توجيه كله بقى النادي الاهلي مين اللي كان بيوجهك؟ من داخل الزمالك انا بص كثير قولي امثلة سواء من اعداد من القناة سواء مكالمات خارجية بتتصل بي خارجية دي يعني جمهور؟ ايا كان بقى بص انت واضح جدا من اول الحوار فارجوك وهم مش هينفع دي نقطة معينة ودي وتحدى يعني ده كابتن خالد الغندور قالك ايه؟ كابتن خالد الغندور لا مش موضوع انا بحكي لك بس الموضوع كان ماشي ازاي كابتن خالد الغندور في شهر تقريبا ثلاثة بعد وفاة والدة الله رحمه الله رحمه رحمة الله عليه كلمني فقال لي ايه؟ قال لي احنا عايزين تطلع معنا في قناة الزمالك وعا فكرة انا كنت مفهود لو انا بيال زمان تبتقول كده كنت على فكرة كان اتجاه قناة الزمالك سهل كان كلمني كابتن عبواحد السيد كلمني كابتن خالد الغندور الاعداد داخل القناة كان بيكلموني دايما ان انا ابقى موجود في القناة واعتذرت وقلت انا مش ابن نادي الزمالك كانوا عايزينك اعلامي ابقى موجود ابقى موجود جوه القناة محلل يعني القناة كان محلل وكلام اعتذرت انا اعتذرت ان تعرف شخصيتي انا احب دايما بحب اخد الحرية مش من نوعية اللي تقال ايه اعمل كذا وتكلم كذا فابتدت الامور تخش في حتة ضغط من الاخر ابقى ايه متوجه في حتة ان انا ابقى ضد الاهلي من مين انا بقولك هوا من كابتن خالد ولا الاعداد لا كابتن خالد بدأ معايا عايز يعمل معايا حوار في القناة